إلينا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الشيخ حسين غازي أسام الرأي عضو المجمع الفقه العراقي الشيخ حسين مرحبا بك في حصادنا لهذه الليلة حياكم الله ومرحبا أخي الكريم اللهم حيك يعني ما قيمت أن يصدر عن المجمع مثل هذا البيان عشية الانتخابات هل ندفع بالتغيير ندفع إلى التغيير هل أصبحت مسألة الانتخاب والمشاركة في الانتخابات ذم في أعناق المنتخبين هل هي واجبة أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخي الكريم المجمع الفقه العراقي الكبار العلماء اليوم يعيش معاناة أهله في العراق ويرعى شؤونهم من حيث الفتوى من حيث الإغاثة من حيث التربية التعليم الدعوة ومن هذه الأمور مسألة الانتخابات التي أشغلت الكثير من الباحثين ومن المتبصرين في هذا الشأن الانتخابات حقيقة نجد أنها ضرورية جدا في هذه المرحلة لأسباب منها أولا تغيير الواقع الذي عاشه العراق طيرة هذه الفترة من تغيير للوجوه الفاسدة والتي آذت البلاد والوجوه الغير وطنية والوجوه التي تحاول أن تزرع الطائفية والفرقة في أوساط البلد الواحد الذي عشنا فيه متحابين هذه الوجوه الغير نزيهة الوجوه المنتفعة تلك الوجوه التي لم نرى لها أثرا في البرلمان ولم نرى لها وجودا حقيقيا في البرلمان ولم نسمع لها صوتا ولم يقل لها تأثير في الوسط الاجتماعي هذه الوجوه يجب أن تنتخب يجب أن تنتخب وجوه وطنية ولاؤها السياسي للبلد وجوه نزيهة تخدم البلد والحمد لله نحن نرى اليوم هناك كثير من الوجوه الطيبة حتى الجديدة وبعض الوجوه الحقيقة القديمة التي نرى فيها إحساس وطني وإحساس دافع لكنه أعاقته بعض الظروف وأعاقته المؤامرات عن أن يقدم شيئا لبلده فأمثال هؤلاء يعرفهم القاصي والداني شيخ حسين يجب علينا أن ندعمهم نعم نعم يعني فحوا البيان وكأنها تؤكد مقولة المرجع سيد علي سستاني بمقولة المجرب لا يجرب هل نحن أيضا ندعم هذه الفكرة في بياننا في المجمع الفقهي الحقيقة نعم المجرب الفاسد المجرب الذي لم يخدم أهله المجرب الذي ثبت فشله هذا الحقيقة لا يجرب ولا يعاد انتخابه الأمر الآخر أخي الفاضل كثير من الأخوة الذين لا يلون أهمية للانتخابات قد نعذرهم لأنهم رأوا تلك الوجوه الكثير التي آذت العبادة وآذت البلاد ولم تقدم شيئا فأعاقهم هذا عن الاندفاع لكن أقول لهم الأمة لا يعدم فيها الخير ولذلك يجب علينا تقليل الفساد يجب علينا أن نذهب إلى الانتخاب لنختار الأصلح فالأصلح لا يعقل أن لا يوجد في المرشحين من فيه مزعة خير من فيه بقايا من فضيلة هذا حقيقة نحن لا نقول أن هذه الانتخابات ستغير المعادلة مئة بالمئة لكن لا بد أن يحدث تغيير لهذا الوعي الذي وصل إليه الشعب العراقي الوعي الكامل جعلهم يعرفون الصالح من الطالح يعرفون الفاسد من غيره يعرفون من يختارون لذلك نحن نحثهم على اختيار النزيح الكفوق صاحب العلمية صاحب الكفاءة صاحب أحيانا إنسان هو عنده التزام خلقي لكنه ضعيف هذا لا نريده كذلك عنده حقيقة بعض المثألة المؤمورة التي تخدمه وتخدم المجتمع لكنه يتخاذل يتخاذل عن نصرة الحق يتخاذل عن نصرة أهله حينما يرى الهجم يخنس ولا يتكلم هذا الحقيقة لا ينفعنا ينفعنا من يطالب بحقوق أهله من يرتفع صوته لكن يرتفع صوته بالحكمة لا يرتفع صوته بالجعجعة وبالسب وبالشتائم وبغير ذلك مما يؤجج الفتن ويوقع البغضاء بين المتناظرين هذا لا نريده بل نريده إنسانا قويا يعرف كيف يستحصل الحق بالحكمة والأنات والمجادلة الحسنة نعم شيخ حسين اسمح لي أن أسألك عن تفصيل وردة في البيان الخاص بالمجمع يعني لمسنا تأكيد على عدم انسياق الناخبين في بغداد والمدن المنكوبة لدعوات المطبطين ما هو السبب وراء هذا التركيز هل لمستم أي ممارسات في هذه المناطق دفعتكم لهذا التركيز على بغداد والمدن المنكوبة نعم أخت الفاضلة الخصوم حقيقة لا يريدون لهذا الشعب أن يتلاحم وأن يدخل سوية في معترك الحكومة وفي معترك الحياة هناك أناس يحاولون أن يستأثروا بالسلطة وأن يكون لهم القرار وأن يتفردوا بالقرار هؤلاء حقيقة لا يخدمون هذا البلد هؤلاء يريدون أن يتحكموا بمصائر الشعوب ويتحكموا بالأقليات أيضا ويتحكموا بمصائر هذا البلد الذي جرح جرحا أليما فلذلك كنا نحث ناخبينا في بغداد وفي بعض المحافرات جميعا أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية حتى يضعوا الحروف النقاط على الحروف وينتخبوا الأناس النزيهون القادرون على التغيير والقادرون على إثبات حقوقهم اليوم حقيقة وجدنا أن الوسيلة المتاحة للتغيير هي الانتخابات لم تنفعي وسيلة أخرى كما نرى في بعض كثير من البلدان التي يحدث فيها الصراع والنزاع لم يصلوا إلى حل لأن الدول العظمى والدول الإقليمية حقيقة لا تعترف إلا بالانتخابات وإلا بهذا الطريق فلا بد أن نسلك هذا الطريق لعلنا نجد حلا إن شاء الله يخدم أهلنا يخدم مجتمعاتنا لكن أؤكد يا أخواني هذه الانتخابات شهادة وأمانة ولا تقتم الشهادة ومن يقتمها فإنه آثم قلبه ولا يجوز انتخاباته على أسس عشائرية أو أسس نفعية مادية هذا لا يجوز شرعا لأن هذا حقيقا على خلاف وصول الشهادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر قالوا بل الله صلى الله عليه وسلم وعد منها شهادة الزور قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور فهذا إنسان لما يعطي شهادته لإنسان غير كفو لمصلحة شخصية عشائرية فهذه شهادة زور يسأل عنها يوم القيامة حين ذلك لا تنفعه الدنانير التي اكتسبها ولا ينفعه الوعد الذي أعطاه له الناخب بتعيين أو نحو ذلك من الوعودة أغلبها الكاذبة فلذلك نحث أهلنا وإخواننا على المشاركة الجادة لكي نخرج من هذا المأزق علنا نخرج من هذا المأزق الأليم الذي وقعناك نعم شيخ حسين في أربيل يعني ما هو نبض الشارع لديكم هل لمستم تأثير لهذا البيان الذي صدر عن المجمع الفقه هل تتوقعون أن يكون هناك إصرار من قبل الأهالي على المشاركة الانتخابية على تغيير الوجوه الفاسدة الحقيقة لا أخفيك في أربيل طبعا وفي عموم العراق أيضا أسألك عن أربيل وعن عموم العراق أيضا أحسنتي حقيقة لا أخفيك هناك جمهور واسع يؤيد ما ذهبنا إليه وخاصة الذين هم في داخل العراق لأنهم أحسوا بالمعاناة أحسوا بالخطأ الجسيم الذي حينما عزف الناس عن الانتخابات وتصدر من تصدر ممن أهذ العبادة والبلاد ومن من مكن الإرهابين والدواعش من الصيدرة على البلاد أحسوا بهذا الخطر فلذلك وساندونا في هذا البيان ولا أخفى عليك أيضا هناك أناس مثبتين ولا يريدون المشاركة بالانتخابات وهؤلاء قل حقيقة لكن لهم صوت نراه على وسائل التواصل الاجتماعي لكن هؤلاء نريد أن نفاهمهم بالحكمة ونقول لهم يا أخواني إنكم مخطئون يا أخواني والله جربنا ذلك خمسة عشر سنة من البعد عن معترك الحياة وعن الزج بالمخلصين في مفاصل الدولة وهذا خطأ ظهر أثره في الواقع ولذلك نرى أن واحدا من المخلصين قد يبين لنا يبين للمجتمع المؤامرات يبين للمجتمع الفتن يبين للمجتمع ما وصل إليه البلد هذا إذا كان واحدا فكيف إذا كانوا عشرات بل مئات من المخلصين الذي نأمل أن يكونوا في البرلمان إن شاء الله لمن يصححون المسار ويبتعدون عن ذلك الخطاب الذي فرق ولم يوحد إن شاء الله شيخ يعني بخلاصة خلاصة البيان بنقاط ربما حتى تكون المسائل أوضح لمن يشاهدنا الآن أصبح الآن الصوت هو يعامل معاملة الشهادة فمن كتم الشهادة يدخل في باب الزور وأيضا الانتخاب يذهب بنية تغيير الفساد أو محاربة الفساد أحسن يعني هو حقيقة نؤكد ونقول يجب أن نختار على وفق النزاهة الكفاءة العلمية الكفاءة المهنية تاريخ الشخص هل تاريخه معروف بالنزاهة ومن العوائل الطيبة المحترمة التي لم تجامل على حساب دينها والتي لم يتمل مع الهوى حيث مال هناك أناس مرشحون يميلون مع الهوى حيث مال حسب مصالحهم وحسب أهوائهم يفسدون حينما يفسد الناس إمع يعني يميلوا مع الهوى حيث مال هؤلاء لا يجوز انتخابهم انتخاب الأصلح الانتخابات وفق الكفاءة المعروفة كذلك الانتخاب انتخاب الرجل الذي يكون ولائه ولاء للبلد ليس طائفيا ليس عدائيا لم يشترك في الدماء لم يشترك في سفكها كذلك الانتخاب وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى يعني الرجل المنتخب أيضا يجب أن يكون عنده مخافة الله عز وجل عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى خلال سيرته الإدارية وسيرته العلمية واقف مع أهله يدافع عن أهله يدافع بالحكمة نعم يدافع بالمجادلة الحسنة نعم أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بلدنا إن شاء الله شيخ وأن يحسن الناس اختيار النزهاء الأكفاء إنه على ما يشاء قدير إن شاء الله عضو المجمع الفقهية العراقية شيخ حسين غازي سامر كنت معنا بصورة والصورة في حصادنا لهذه الليلة شكرا جزيلا انضمامك إلينا